النادي الأهلي دائماً دائماً زي ما حضراتكم سمعته البداية والبداية النهاردة كانت أغنية جميلة جداً جداً هو ده النادي الأهلي نقفل الصفحة ونفتح صفحة جديدة هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وكل أندية العالم أفلنا الصفحة مبارح بوصول البعثة ومبارح بلقاء بدر بنون بالمناسبة سعيد جداً جداً بردود أفعال حضراتكم على هذا اللقاء وبشكركم الحقيقة على كل كلمات الإشادة وأيضا كل كلمات النقد لو الواحد أثر في حاجة ما بيبقاش بإيده الحقيقة ولكن وإحنا على الهوى وأدي إيه السعادة عشان تعرفوا حضراتكم أدي إيه جمهور النادي الأهلي عظيم مبارح أنت ترند على تويتر المغرب ترند على تويتر المغرب ورقم واحد في تويتر المغرب ببدر بنون باسم بدر بنون كل ده بجمهور النادي الأهلي أيضا حضرتك مبارح رقم ثلاثة ترند على تويتر مصر لان كان في حاجات تانية بتحصل مش عايز اتكلم فيها دلوقتي ولكن انت ترند رقم 3 على مصر عشان خاطر جمهور النادي الاهلي بيحب بدر بنون وعايز يشوف بدر بنون امبارح فانا بشكر حضراتكو جدا جدا كالعادة مش بشكركم على امبارح بس ولكن طوال الاسبوعين اللي فاتوا كمية الكلام اللي انا سمعته واللي انا بشوفه والمساندة لهذا البرنامج ولشاشة قناة النادي الاهلي مش ليا لشاشة قناة النادي الاهلي ولهذا البرنامج وقدي ايه سعادة الاهلوية ان احنا كنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننقل لحضراتكم كل شيء يخص بعثة النادي الاهلي وبمنتهى الامانة وبمنتهى الصراحة هي دي كانت اهم حاجة وافضل شيء ادارة القناة الحقيقة تعاملت مع هذا الامر بمنتهى الوضوح والامر بمنتهى الوضوح والشيء الجيد بمعنى ان انت لما يبقى عندك اصابة كنا احنا اول ناس بنطلع نقول ان احنا عندنا اصابة لما الاصابة بتبقى كويسة كنا احنا اول ناس هنا في قناة النادي الاهلي بنطلع لقول لجمهور النادي الاهلي لان هو اللي يهمنا هو اللي يهمنا الحقيقة في الاخر نحنا نطلع ونتكلم عن النادي الاهلي وعن بعتة النادي الاهلي فأنا الحقيقة سعيد جدا 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 بما تم تقديمه خلال الفترة السابقة من خدمة كنا بنحاول على قد ما نقدر كل شوية حقول هذه الكلمة لأنها كلمة مهمة بنحاول على قد ما نقدر نحن ندي لحضراتكم الخدمة المناسبة لجمهور النادي الأهلي أنا عارف نحن ممكن نعمل أفضل من كده عشان خاطر جمهور النادي الأهلي وإن شاء الله هنعمل أفضل من كده خلال الفترة اللي جاية منتهى السعادة أيضا أن الواحد بعد هذا البرنامج وصل النادي الأهلي أن هو يصل البرونزية كأس العالم للأندية وهي حدث تاريخي حصل في 2006 وفي 2021 لما تيجي تقعد تفكر مع نفسك كأهلاوي هو في أندية تانية بتروح تلعب في كأس العالم ممكن تحصل إمتى الله أعلم أنا معرفش الله أعلم ممكن السنة الجاية السنة اللي بعدها كمان عشر سنين كمان مئة سنة محدش عارف ولكن فكر كده في التاريخ اللي بيسطره هذا الجيل من اللاعبين داخل النادي الأهلي فكر في التاريخ اللي بيتم تسطيره على أحرف من دهة بالحقيقة خلال فترة صعبة جدا ولكن دايما النادي الأهلي في المقدمة دايما النادي الأهلي هو اللي في العالي في الرياضة المصرية خدوا بالكم أي حاجة فيها سعادة في الرياضة المصرية بتجد أن اسم النادي الأهلي فيها أي حاجة فتكر كده وفكر منتخب مصر 2006-2008-2010 لما خدت بطولات أفريقيا النادي الأهلي كان أساس طبعا وبقية الأندية ولكن أنا هنا بتكلم عن النادي الأهلي بعد كده التمثيل مصري في كأس العالم وتمثيل أفريقيا في كأس العالم للأندية من خلال النادي الأهلي أي حاجة حلوة في الرياضة المصرية بتجدها من هذا النادي لأن احنا عندنا جمهور كبير جدا وجمهور عظيم جدا وهذا هو الأساس في أي شيء أنا دايما بقول الكلمة دي وحفظ لأقولها كل شوية أن جمهور النادي الأهلي هو اللي دايما بيدفع الجميع اللاعبين في الملعب جهاز الفني مع لعبته مجلس الإدارة وجماعيته العمومية وحتى هنا القناة أي حاجة بنعملها بنعملها عشان خاطر حضراتكم عشان خاطر حضرتك كأهلاوي ما تسيبش شاشة هذه القناة وبمنتهى المصداقية وبمنتهى الحرفية على قد ما نقدر طبعا إذا كان هناك أخطاء وده يعني ما بيبقاش بأيدينا ولكن في النهاية بنحاول نسعد جمهور النادي الأهلي